أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الجساب فإن حاجوك فقل أسلمت ولي لله ومن افتب عنه وقل للذين أوتوا الكتاب والغمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير من عباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يكمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضوه ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقال الله في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليومي الداعب فيه وغفيت كل نفس ما كسبت وغفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزر الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرد الحي من الميت وتخرد الحي من الميت وتخرد الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله النصير قل إن دفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمهم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مجبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه والله روف بالعباب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبلكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله رسول رحيم قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله الصفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عموان على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليست ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك ودريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هدني ملة كدريته طيبة إنك سبيع الدعاء فلادته الملائكة وهو قائر يصلي في المحراب وهو قائر يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقلب لغني الحبا وامرأتي عاقب قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آيا قال آياتك أما تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإذكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم كلتي لربك واسجدي وامكعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب يوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلافهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بالقريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكرم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكوني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له فيقول ويعلموا الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جدتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فيكون طيرا بإذن الله وأبرق الأكمل والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبركم بما تأكلون وما تتخرون في قيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ويحل لكم بعض الذي قدم عليكم وهدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبلوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم كمثل آدم خلقه من تراب خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل دعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهدى الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله على الله ألا نشرك به شيئا ولأ يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعفلون ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يونيا ولا نصرانيا ولكن كان حريفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجهنهان واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنوا به نار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الغميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده والثقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يكون ألسلتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان البشر أن يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميساق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير ذي الله يبهون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إدراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباق والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي ويرد إسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقه وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين قالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولاهم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصبحوا فإن الله رسول رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم ضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم جفاؤهم فلن يقبل من أحدهم بلء الأرض ذابا ولو استدادوا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحذرون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاهتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت موبع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه أهيرة بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حذ البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عدل عالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبقونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغفر عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تسلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطه اتقوا الله حق تقاطه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحب الله جميعا ولا تخرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بإعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقدكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأبون بالمحروف ويأبون بالمحروف وينهون علي منكي وأذائك هم المصلحون ولا تكون كالذين تفرقوا واختلكوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسوذ وجوه فأما الذين سوذت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب هنا كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوه ففي رحمة الله ففي رحمة الله ينفيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد حلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله مرجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن كري وتؤمنون بالله ولو آمن أهد الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثره الفاسقون ترجمة نانسي قنقر